كان لافتا ما أعلنته قبل ساعات صحيفة ياني شفق التركية عن أن السعودية والإمارات أرسلتا قوات عسكرية إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات كردية مدعومة من الولايات المتحدة شمال شرق سوريا وقالت الصحيفة أن تلك القوات ستتمركز مع القوات الأمريكية وستدعم مهماتها من خلال المشاركة في عمليات عسكرية ضخمة ضد داعش سبق ذلك بأيام أعلان المرتض السوري لحقوق الإنسان أن رتلا من قوات تابعة لدولة عربية خليجية وصل مؤخرا إلى منطقة خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية وتنظيم داعش في ريف دير الزور حضور سعودي إماراتي بالقرب من الحدود التركية في حال تأكد الخبر فإنه لن يكون سرا أبدا بالنسبة إلى تركيا فضلا عن أن هذا الحراك أتى متزامنا مع ارتفاع حدة التوتر في العلاقة بين الرياض وأنقرة على خلفية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي والإحاءات التركية المتلاحقة بمسؤولية ولي العهد السعودي في هذه القضية أما بالنسبة إلى النظام السوري فخبروا إرسال قوات إماراتية السعودية إلى شرق الفرات يبدو أخف وطأة عليه من دخول تركيا إلى هذه المنطقة ولم يعد سرا ما كشفه أكثر من تقرير عن استعدادات لإعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق ما يفتح الباب أيضا أمام بداية تطبيع خليجي وعربي مع النظام السوري على خط موازن ومن شرق الفرات وشمال سوريا أيضا رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى تركيا فالحديث عن إرسال قوات خليجية تزامن مع تقارير عن زيادة عديد الأمريكيين في شرق الفرات وقد نشرت صفحات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية صورا قالت إنها تظهر مشاركة قوات أمريكية في المعارك ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور تزامنا كشف الأمريكيون عن تشييدهم أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية التركية الضغوط المتعددة على تركيا من المنطقة الكردية التي تعتبرها أنقر الأكثر تهديدا لأمنها القومية هل تقودها إلى فرملة دفاعتها في قضية خاشقجي